ألعاب الروغلاك في الفترة الحالية توعد ألد الجنرات الأكثر إبداعاً من ناحية الأفكار والتجارب الممتازة التي تقدمها لصناعة الألعاب ومن بين هذه العناوين يوجد مجانية هذا الأسبوع على متجر إي بي جيمز لوب هيرو لوب هيرو هي من تلك النوع من العناوين التي مظهرها وفهمها ليس جذاب لهذا ستحكم عليها أنها لا تستحق التجربة لكن للأسف هذا القرى سيحن مقابل الكثير من المتعة لأنه لو أعطيتها فرصة ستحصل على تجربة فريدة وممتعة وقدمها لك هذا العنوان حيث سيأخذك من منظر علوي في تجربة تجمع بين عناصر الاربيجي واستراتيجي ومفهوم ألعاب البطاقات وهذا المزيد سيضعك في ثوب بطل يتم إنشاؤه عشوائياً في مصار ضائري أو حلقة وخلال هذه الرحلة ستواجه مجموعة من الأعداء والتأثير في القتالات لن يكون مباشر بل سيكون عبر إضافة مجموعة من المربعات إلى مصار شخصيتك وهذه المربعات هي التي سيقول لها التأثير ومثال على ذلك لو كانت لديك أحد بطاقات الموارد ووضعتها في مصارك تجمع وارد أكثر في هذه القلاقة والأمر نفسه بالنسبة لبطاقة الأعداء لو وضعتها في مصارك ستواجه أعداء أقوى لكن ستحصل على موارد أفضل لهذا يجب عليك رسم دائماً خطة محكمة لكل بلاطة ستضعها في طريقك والجانب هذا يجب عليك أن تحسن إدارة الموارد التي تقوم بجمعها في كل قلاقة وبالعودة للمركز ستسمح لك بالحصول على بلاطات لتحديد مصارك في الحلقة القادمة وإذا يوجد منها من تسمح لك بترقية البنايات ما يتيح لك معدات وأدوات لبطالك أقوى ومع تقدم في اللعب استمكن من فتح قدورة دائمة لبطالك وباقتصار حول الجيم بلاي لوبهير هو أن ترسم أفضل مصار لبطالك عبر إضافة مجموعة من البلاطات في طريقه وكل بلاطة يختلف محتوى عن الأخرى ويجب أن تضع في كل مرة على المجموعة المناسبة لكي تحصل على المواد التي تحتاجها وأيضا تتجنب أن يتم تصفية بطالك في الخيط تعملوا بهير واحد العناوين الممتازة ويمكن التأكد من هذا عبر النظر لتقييماتها التي تروح بين 82 من قبل النقاد و7.2 من قبل اللاعبين على موقع متقريتيك وإذا لا تكتشف هذا العنون وتجربتي فهو متوفر الآن متجان على متجر AP Games إلى غاية القميس القادم وبمجرد إضافتي هنا مكتبتك سوف يبقى معك إلى الأبد ونشوي حلقة عرقتنا لليوم لماذا قدمنا نحن لعجبكم لا تنسوا بالسكرايب واللايك وإلى فيديو آخر نستودعكم الله سلام سلام ترجمة نانسي قنقر